تهديئة في الحديدة وقصف في تعز خلاصة ما تسعى له الجهود الأممية من تجزئة لعملية السلام في البلاد ففي الوقت الذي يتحرك فيه المبعوث الأممي لوقف تحرك الجيش لاستعادة الجوف يذهب الحوثي بعيدا لاستعادة السيطرة على أجزاء واسعة من تعز وظالة ففي الأحداث قصف حوثي استهدف أحياء الزاهر والشماسي ما أسر عن استشهاد ثمانية مدنيين وجرح أربعة آخرين مصادر محلية قالت إن الهجوم تم عبر صاروخ موجه استهدف سيارة تقل مدنيين وهم في طريقهم في حي الزاهر وبموازات ذلك تسببت الألغام التي زرعتها الميليشيا في مدرية مقبنة باستشهاد امرأة في العقد الخامس من عمرها ومع استمرار الجهود الأممية للوصول إلى صيغة اتفاق بين الحكومة الشرعية والميليشيا كثفت الميليشيا من زرعتها للألغام في المناطق التي لم تندرج ضمن ملفات المشاورات مثل تعز سياسة أممية عدها مراقبون سعيا لتجزئة ملف السلام ومحاولة لفرض الميليشيا كواقع على الأرض وهو الأمر الذي لا يهمش الشرعية فقط بل ويهدد بفقدانها كل إنجازاتها التي حققتها على الأرض أممت بتجزئة مقبنة ومحاولة في المناطق